مساء الخير مشاهدين أهلا بكم إلى أخبار الساعة ونبدأها بأبرز العنوين مفاوضات الهدنة في غزة ستستمر في مصر ليومين وإسرائيل تريد البقاء في محور فلدلف حتى نهاية العام الحزب الديمقراطي يختتم مؤتمره الوطني بإعلانها رسم رشحته للانتخابات الرئاسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتلقى بياناتا عن اكتشاف حطام مسيرة في محطة كورسكا النووية المخاوف العالمية تتفاقم بشأن جدر القردة والإصابات تتزايد في أفريقيا أهلا بكم أفادت مصادر العربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الوسطى أنها ستتولى الضغط على الجانب الإسرائيلي مع ضغط الوسطى مصر وقطر على حماس وستستمر المفاوضات في مصر ليومين وحال تجاوز الخلافات سيتم تمديد جلسات المفاوضات وتضع القاهرة انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فلدلف شرطا لإنجاح المفاوضات في حين ترغب تل أبيب في إبقاء قواتها في المحور ذاته حتى نهاية العام بشكل مبدئي أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن رئيسي جهازي المصاد والشباك وصل إلى القاهرة إلى جانب وفد أمريكي لإجراء محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو صحة التقارير التي تتحدث عن بحث إسرائيل فكرة نشر قوى دولية في محور فلدلف وأكد مكتب نتنياهو أنه متمسك بسيطرة إسرائيل على محور فلدلف قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفلد في جلسة مجلس الأمن المقصصة للوضع في غزة والشرق الأوسط قالت أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأطلاق سراح الرهائن يلوح في الأفق وأن إسرائيل قبلت المقترح المحدث لصفقة بينما حثت جرينفلد المجلس المكون من 15 عضوا على الضغط على حماسة لقبول مقترح لسد الفجوات بين الجانبين ودعت إسرائيل للإفراج عن كل أموال الضرائب الفلسطينية الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وفي الوقت ذاته تدعم المحادثات الجارية إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن يلوح في الأفق الآن وعلى مجلس الأمن أن يواصل إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تعرقل إتمام هذا الاتفاق استعادة إسرائيل للمحتجزين من غزة سواء كانوا جثثا أو أحياء هي عملية معقدة استدعت تدخل الذكاء الاصطناعي ولجانا استخباراتية معلومات استخباراتية إسرائيلية خلصت إلى مقتل أكثر من أربعين رهين تمت استعادة ثلاثين منهم فقط حتى اللحظة في عمليات متفرقة فتحديد أماكن هذه الجثث مهم لا تقل تعقيدا مع قدام حماس على إخفائها بعناية وأحيانا في أكياس قمامة داخل أنفاق غزة إنقاذ الرهائن الأحياء أكثر ندرة أيضا مع الحاجة لمعلومات استخباراتية أكثر تفصيلا قد يشوبها هامش خطأ كبير ما دفع بتل أبيب للجوء إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتجميع قطع الأحجية في مقدمتها مثلا تحليل الأجهزة الإلكترونية المضبوطة من حماس خلال العمليات البرية كالهواتف والحواسيب واستخراج كميات هائلة من البيانات الموجودة عليها اللجوء للاستخبارات البشرية أيضا اتسم بالأهمية نفسها وما تخلى له من استجواب للسكان في غزة أو المعتقلين واعتراض المكالمات الهاتفية لجمع معلومات عن أماكن البحث مسح وسائل التواصل أيضا هي أحد الطرق المتبعة وشملت تطوير خوارزمية لفحص نحو 200 ألف مقطع فيديو في محاولة لتحديد المفقودين ولكن توزيع حماس للرهائم في جميع أنحاء القطاع ونقلهم باستمرار يصعب مهمة تحديد مواقعهم كفوا الحرب ووقفوا الحرب الحرب بدنا إياها تقف خلاص معي عمي بكف معي معاناة بيع القدس بيع الضفة وبيع كل فلسطين بس روح ووقف الحرب يا سنوار يا أبو إبراهيم أرحم شعبنا يعني الحرب كل هاللي صارت إيش رجعت لنا؟ إيش عملونا؟ إيش سولنا في هالحرب يعني هادة؟ كنا في الأول نتكلم على حاجات إحنا نتمنى اليوم صرنا نطالب بحاجات كانت عنا موجودة كانت نتسريم بين إدينا كان معبر رفح بين إدينا اليوم صرنا نطالب بحاجات كانت عنا موجودة سواء الحدود المعابر نتسريم غيره هادة كانت بين إدينا موجودة لو كتيش يا مسائل ننظل هذا الكلام أنت يا قائدنا يا مسؤولنا يا متكلم باسمنا يا مسؤول عنا أنت اللي وجه الكلمة الحقيقية أن الشعب استوى الشعب انهلك ينضم إلينا من تل أبيب عبر زوم علي واكدة صحفية المختص في الشأن الإسرائيلي أستاذ علي أهلا ومرحبا بك معنا في أخبار الساعة لهذه الليلة الاجتماع مستمر في القاهرة على مدى يومين والأنباء على الأقل من الجانب الأمريكي تشير إلى موافقة تل أبيب على المقترح المحدث من الإدارة الأمريكية للمفاوضات وهناك ضغط أيضا على حماس في هذه المرحلة هل حقيقة عدنا مرة جديدة للحديث على أن هناك اتفاق قد يلوح في الأفق قريبا يعني إذا ما شمل المقترح الأمريكي بقاء إسرائيل بالكامل في محبراي فولادينفي ونتسريم وتحكمها بقوائم الأسرى التي ستفرج عنهم يمكن أن نقول أن يحدث تقدم ولكن لا أعتقد أن هذا هو المقترح الأمريكي ولا أعتقد أن الطرف الفلسطيني سيقبل بهكذا مقترح أنا أعتقد أن المفاوضات الحقية ولا حتى المصري طبعا أنا أعتقد أن المفاوضات الحقية تتم بين الجانب الإسرائيلي وداخل الجانب الإسرائيلي بين ديوان رئيس الحكومة وبين الوضع الذي وصل إلى القاهرة يعني حينما نسمع من مسؤولين إسرائيليين يقولون أن نطلب من الجانب المصري والقطري أن يضغط على حماس لكي تساعدنا من أجل تنيين الموقف عند بن يمين نتناهو هذا يعكس صورة الوضع بن يمين نتناهو أوضح حتى في أساعات الأخيرة لا نية لديه بالانسحاب من محور فلادلف ولا حتى من محور نتسليم بالمناسبة هو ولكن ماذا يعني عندما يقول بأنه حتى نهاية العام يعني ممكن أن يكون مطروح مثلا خطة الانسحاب بعد نهاية هذا العام يعني بالنسبة لبن يمين نتناهو مسألة كسب الوقت هي الورقة الأساسية التي يلعب بها بن يمين نتناهو لا يريد انسحاب من محور فلادلف بن يمين نتناهو لا يفق بالجانب المصري لا يفق بقدرة الجانب المصري على وقف تهريب الأسلحة وبالنسبة للجانب الإسرائيلي نجح بن يمين نتناهو بتحويل محور فلادلف وكأنه رمز لهذه المعركة في فطاع غزة وأنه إذا من سحب من هذا المحور فإن الكثير من الإنجازات الإسرائيلية ستتلى لذلك يرفع بن يمين نتناهو سقف بالمناسبة الوقت المتوجه إلى القاهرة يعني سيطلب بتطوير بطلب من بن يمين نتناهو من الجانب المصري إعادة فتح اتفاق محور فلادلف الذي يعود للعام 2005 حينما سحبت إسرائيل من قطاع غزة وتوصلت مع الجانب الإسرائيلي إلى ملحق بشأن هذا المحور بن يمين نتناهو يطالب بفتح ما تفاصيل هذا الاتفاق؟ تفاصيل هذا الاتفاق أن الجانب المصري يتكفل بكل المسئولية والملقاء على عاطف دولة لا حدود مع طرف ثالث يوجد بينه وبين إسرائيل صراع مصر تتكفل بعدم السماع بتهريب أسلحة وبمراقبة كل شيء يمكن يحدث خلل في التوازن الأمني في المنطقة إسرائيل تعتقد أن عمليات التهريب التي جعلت من أماس هذه القوة المسلحة جنس كبير منها يعود لا تريد أن تكون لتواطئ مصري ولكن لإهمال مصري وهذا يفلق أيضاً توفر بين الجانبين الإسرائيلي والمصري حينما يبتح بن يمين نتناهو جبهة مفاوضات أخرى لا تتعلق بملحة الأسرة المباشرة الذي من شأنه ومن أجله ذهب الوفد ولكن يبتح مفاوضات إسرائيلية مصرية بشأن ترتيبات المعبر وهي المعضلة الأكبر هذا المحور على وجه التحديد محور فالأدالفي بكل الأحوال نكتفي بهذا القدر شكراً جزيلاً لك على كل هذه الإيضاحات من تل أبيب عبر زوم كنت معنا علي واكدة صحفي المختص في الشأن الإسرائيلي قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة للعربية أن الجانب الفلسطيني وجه دعوة لأعضاء مجلس الأمن لزيارة قطاع غزة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف الضغط على إسرائيل لوقف الحد نقلنا إلى الأمين العام موقف القيادة الفلسطينية ومبادرة السيد الرئيس محمود عباس بالتوجه مع القيادة الفلسطينية إلى غزة داعياً الأمين العام للمشاركة وكذلك بعثنا مذكرة بنفس المضمون إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء مجلس الأمن عبر رئيس مجلس الأمن داعين الجميع إلى أن يساهموا في هذا المسأة وتواصل الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل لزيادة طمعنة حليفتها الأقرب ووصلت طوال عشرة أشهر تعزيز حضورها العسكري في المنطقة الإضافة الأحدث وصول حاملة الطائرات يو اس اس إبراهام لينكونن ومدمرات مرافقة مع ثلاثة ألاف بحار إرسال حاملة الطائرات هذه يأتي لتعويض حاملة الطائرات تيودور روزفلت أما الهدف هو الحفاظ على قوة ضاربة بالإضافة لرفع درجة الاستعداد خوفاً من أي تصعيد عسكري إقليمي اشتركوا في القناة فيلق ممكن بالذكاء الاصطناعي في الجيش الأمريكي هدف شرف البنتاجون على تحقيقه من خلال نظام ميفن سمارت الفيلق ثمانية عشر المحمول جواً والتابع للجيش استخدم سلسلة تدريبات تسمى سكارلت دراجون لتطوير هذا النظام عبر استخدام صور الأقمار الصناعية التجارية وخوارزمية فالنظام الجديد مزيج من أجهزة استشعار ورادارات أيضاً وبرامج ذكية تتيح للمستخدمين تقييم مساحة المعركة بسرعة وجمع البيانات وتحليلها لتحديد الأهداف بالإضافة لضربها بسرعة أكبر ودقة جمع البيانات يتم من مجموعة واسعة من المصادر بينها قواعد البيانات الاستخباراتية والأقمار الصناعية والبيانات المتاحة للجمهور مثل الوسائط الاجتماعية النظام يسمح أيضاً لفرق الجيش الصغيرة بتمرير الهدف الرقمي بأقل من دقيقة عوضاً عن 12 ساعة وبالتالي ضرب نحو ألف هدف في الساعة وبالتالي يتيح الاستغناء عن عملية إطلاق يدوية قد تشوبها الأخطاء من جميع البيانات إلى معالجتها وطلب الإذن ومطابقة الذخير من المتوقع أيضاً أن يظهر النظام لأول مرة على نطاق واسع خلال مناورة قيادة عسكرية أمريكية يابانية في المحيط الهادئ في أواخر عام 2026 أخبار ساعة مستمرة وفيها أيضاً بعد قليل هارس ستطوج الليلة مرشحة رسمياً لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أهلاً بكم من جديد تختتم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس المؤتمر العام للحزب الديمقراطي هذه الليلة بقبول الترشيح الرئاسي من حزبها في آخر أيام مؤتمر شيكاغو في المقابل حضر اسم المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشكل كبير خلال كلمات المشاركين في مؤتمر الحزب الديمقراطي ترامب نجم مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو أو لنقل اسمه يتكرر على ألسنة كل المتحدثين هناك الجميع يسعى لتقويد صورة الرئيس السابق رغبة في ترجيح كفة هارس في السباق ليس بايدن أو نائبته فقط بل كل الآخرين تقريباً كل متحدث في القاعة الرياضية العملاقة خاصة صحيزاً مهماً من كلامه للنيل من المرشح الجمهوري الرئيس الأسبق باراك أوباما هاجم ترامب واتهمه بالكذب وبأنه لا يتوقف عن النحيب ترامب لا يهتم سوى بمصالحه وأهدافه الشخصية ويروج لنظريات مؤامرة مجنونة إنه رجل لا يتوقف عن النحيب زوجة أوباما ميشيل من جانبها صوبت سهمها نحو الملياردير المثير للجدل فهو مستمر في التحذير من السود وإخافة الناس منهم تقول وبعد كلينتون والكثيرين أتت الضربة من أصدقاء الأمس المستشارة السابقة لنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس حضرت مؤتمر الديمقراطيين ووصفت ترامب بأنه يكذب ويزرع الشك وسط الأمريكيين قبل أربع سنوات استقلت من إدارة ترامب كوني جمهورية حلمت بالعمل في البيت العبيض لذا كان قراراً صعباً ولكني أمريكي أولاً ما يجعله القرار الصحيح ترامب يكرر فعلته ويكذب ويضع الأسس لتقويض هذه الانتخابات هذا أسلوبه زرع الشك والانقسام هي استراتيجية واضحة للحزب الديمقراطي من أجل توجيه ضربات مؤثرة للخصم الجمهوري قبل معركة نوفمبر فهم يعرفون جيداً أن ترامب صليط اللسان ولا ينفع معه سوى مهاجمته كما يبدو بلال البجدين العربية لا تغرื่ فهم من الشيكاغو تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي نادية أهلاً ومرحباً بكي بداية تضعينا في أجواء اليوم الأخير لمؤتمر الحزب الديمقراطي وكل ما يتخلله من فعاليات طبعاً قبل الكلمة المرتقبة لكمالا هارس وقبولها الترشح رسمياً ربا هناك حضور مكثف العادة في هذه القاعة التي نتواجد فيها الآن على مدى أربعة أيام يبدأ الحضور بملء الكراسي وراء كل المقاعد هالياً في الساعة السابعة اليوم بالتحديد لأن الكل ينتظر كلمة كاملة هارس حضروا الساعة الرابعة والنصف يعني تصور الآن القاعة مليئة بأكثر من 21 ألف شخص جالسين هناك أيضاً صفوف من الواقفين والانتظار قد يكون لأربعة أو خمس ساعات إذن الحماس على أشده والتوقعات أيضاً بأنه هل ستأتي تيلر سويفت وهي أهم مشهورة أهم مغنية أمريكية في العالم كله ليس فقط هنا أم لا أيضاً هذه ربما مفاجأة بالأمس كانت مفاجأة حضور كما تحدثت أنا وأنت أوبرا وينسي لكن هذا هو أهم خطاب ربما في الحياة السياسية لكاملة هارس عليها أن تقدم نفسها للأمريكيين نحن نعرف من هي كاملة هارس لكن معظم الأمريكيين لا يعرفونها لديها حوالي سبعين يوماً حتى تقنعهم بأنها هي المرشحة الأفضل لكي تمثل الشعب الأمريكي وطموحها الأمريكيين ومطالب الأمريكيين نحن نتحدث عن وضع اقتصادي صعب عن حال التضخم ومطالة موضوع الحدود والهجرة الغير نظامية أيضاً مهمة جداً بالنسبة للأمريكيين وبالتالي النسب حتى الآن هي ضمن حامش الخطأ حتى لو تقدمت بالإصلاعات الوطنية البعض يرى بأن هذه الانتخابات سيحسمها حفنة من الناخبين المترددين المستقلين في بعض الولايات المتأرجحة فقط وبالتالي لا يستطيعون أن يشعروا الآن بالحفاوة والرضا والسعادة وإلى آخره لأنه بالفعل الأجواء جميلة كما ترية هنا هناك مغنيين وهناك نشطاء ديمقراطيين لكن ما فعلته كاملة هادس في الأيام الأخيرة لأعادة هذا الحماس وهذا النشاط إلى المعذكر الديمقراطي فقط لكن هذا لا يوصلها إلى البيت الأبيض عليها أن تقنع الناخبين المترددين أو المستقلين وأيضاً في نقطة إضافية تطفو على السطح وخلف سطار كل هذه الفعاليات وكل هذا الزخم في مؤتمر الحزب الديمقراطي هناك من يشير أو مواقع عالمية تشير إلى خلافات أيضاً تجري بين التقدميين وأعضاء أكثر اعتدال في الحزب الديمقراطي ممكن أن تؤثر على فرص نجاحهم في هذه أو فوزهم في هذه الانتخابات هل هذا يتبين أو له بصمات في هذه الفعاليات؟ إلى حد ما هناك شعور بخيبة الأمل لأنه نحن اليوم الرابع إلا إذا حصلت تغيير في الجدول في اللحظة الأخيرة حتى الآن كان هناك مفاوضات بين المشرفين على مؤتمر الحزب الديمقراطي وما يسموا بمجموعة الغير ملتزمين بالتصويت وهم ديمقراطيين معظمهم عرب وأمريكيين وضعوا مطالب وقالوا بأننا نريد وقع إطلاق النار نريد عدم إرسال أسلحة لإسرائيل بأن مطالبنا هي حرية وعدالة تماماً كما يقول باقي الأمريكيين في هذا المؤتمر وخصوصاً الديمقراطيين لكن لم يعطوا بلاتفورم لم يعطوا أي منصة للحديث ولا حتى دقيقتين رغم ذلك سمعنا بالأمس من أب وأم لرهينة إسرائيلي أمريكي موجود في غزة وكانوا تعاطف كبير يعني ما تنسي الآن هذا المؤتمر مشاهده بالداخل للقاعة حوالي 25 ألف لكن على مستوى الولايات المتحدة 22 مليون ليلة أمس كانوا والليلة أكيد سيكون الرقم أعلى وعفتنا هو تخوق حتى على مؤتمر الحزب الجمهوري والنسب أعلى من مشاهدة الحزب الجمهوري لذا أعتقد بأن هناك غضة يعني أنه بالنهاية هذه قضية مسواة وعدل وهم يعملون بأن سياسات كاملة هاريس مختلفة عن سياسات بايدن وكان أيضا هناك بعض الانتقادات لكثرة ذكر ذريني على المقاطع ولكن قبل أن ينتهي الوقت كان هناك بعض الانتقادات ربما لكثرة ذكر دونالد ترامب من قبل السياسيين والديمقراطيين الذين تحدثوا في هذا المؤتمر لذلك أصداء أيضا أنا أتحدث مع أكثر من مسؤول ديمقراطيين هم يعتبرون ضمن العادي أو المتوقع يعني هم يقولون بالنهاية الخصم لكاملة هاريس هو دونالد ترامب شيء طبيعي أن يتم مهاجمته وجزء من كل خطاب سياسي هو مهاجمة الخصم ثم الحديث عن البرنامج السياسي للشخص الأخر الليلة بالتحديد كاملة هاريس تحدث عن حياتي عن قصصها الشخصية عن أسراتها كمهاجرة أتت وحققت الحلم الأمريكي هنا ومن ثم ستتحدث عن برنامجها الانتخابي عن خفض أسعار الأدوية وعن الضمان الاجتماعي وعن التمسك بالحرية والديمقراطية وحق المرأة بالإجاد والأخير لكنها لن تدخل بتفاصيل يعني هذا الخطاب هو ليس شبيه بحال الاتحاد عندما الرئيس يعرض بشكل عام إنجازاته أو ما يريد أن يحقق لكن لو ندخل بالتفاصيل هذه التفاصيل سنسمعها يوم 10 سبتمبر عندما تكون المقادرة الأولى بينها وبين دونالد شرام وهو الذي ربما لحد الفاصل سنرى كيف سيكون أداءها نعم بالتأكيد شكرا لك وبالتأكيد دائما سنتابع معك خلال هذه الليلة كل التطورات وهذه الفعاليات من شيكاغو كنت معنا مديرات مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي وراء مظاهر وحدة الديمقراطيين وتحت ستار الاستعراض القوي للالتفاف حول المرشحة كمال هارس خلال مؤتمرهم في شيكاغو تتوارى خلافات هاديات ومعارك مؤجلة بشأن مواقف الحزب الديمقراطي ومواقف هارس بشأن قضايا شائكة كالهجرة وإسرائيل وفق موقع أكسيوس أبدى بعض المرشحين التقدميين استياءا من تحول الديمقراطيين نحو الوسط بدلا من التمسك بالمواقف التقدمية التي يدعمونها مشيرين إلى انقسام من المحتمل أن تبرز ملامحه بوضوح بعد الانتخابات المقبلة في نوفمبر الأمريكيون العاديون يريدون رؤية أجندة تقدمية هذا هو النوع من العمل الذي ستسمعونه منا ونتحدث عنه باستمرار خلف الكواليس علنا وفي كل مكان نذهب إليه تراجعت هارس عم العديد من المواقف التقدمية التي تخذتها في عام 2020 بما في ذلك دعم حضر التكسير الهايدروليكي لاستخراج النفط والغاز وحضر بيع الأسلحة الهجومية وتوسيع المحكمة العليا البرنامج الانتخابي الديمقراطي قيد هذه المواقف وسحبها نحو الوسط مع إضافة لغة أكثر تشددا بشأن أمن الحدود وتجري معركة أخرى بين التقدميين والمؤسسة الديمقراطية حول كيفية تعامل مؤتمر الحزب الديمقراطي مع المندوبين المؤيدين للفلسطينيين الذين يضغطون للحصول على مساحة للحديث هل يريدون أن يكونوا على صواب أم يريدون الفوز؟ إذا أردنا الفوز فإننا بحاجة إلى جذب ليس فقط الديمقراطيين بمجرد أن نكون في السلطة يمكننا إجراء تلك المناقشات لفت موقع أكسيوس إلى استعداد بعض المشارعين التقدميين للحديث عالنا عن مخاوفهم فرغم تأجير الانقسامة الداخلية هذا العام لكنها من تبارح مكانها على المدى الطويل بعض التقدميين يصرون على إبقاء هذه النزاعات خلف الكواليس على الأقل حتى بعد الانتخابات في قلب حي سكني في كابل تعمل سيدة أفغانية في صالوان تجميلا سري متخفية وراء قناع السيدة تبدي شجاعتها في مواجهة قواعد نظام حركة طالبان التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء وباتت تجميل ممنوعا فيما بات صوت المرأة ووجهها عورا بعيدا عن عيون طالبان تستقبل زموناتها في صالون التجميل الذي تديره موظفاتها ينمنا هنا كل شيء يوحي بأن المكان مجرد منزل لأسرة عادية لكن الحقيقة أنه مقصد لسيدات يبحثن عن الجمال في بلد عاد ليعتبر جملهن عورا تتابع عملها بحذر شديد ففي كل لمسة فرشات تكتسب كل حركة معنا أكبر وكأنها ترسم خطوطا على خريطة الممنوعات في عالم طالبان حطم أمر الحركة بإغلاق صالونات التجميل العام الماضي قلبها ولكنها أصرت على أن تتحدى ذلك وأعادت فتح الصالون سرا لقد وجدنا هذا المكان للإيجار بشرط أن تأتي الزبونات بتكتم شديد وأن تنام بعض موظفاتنا هنا حتى يعتقد الجيران أن هناك أسرة تعيش هنا بالنسبة للحركة التي استعادت حكم البلاد بعد أكثر من عقدين صوت المرأة عورة لكن المقاومة تبدو خيارا لكثير من النساء عندما يعثر عناصر طالبان على صالون تجميل يقومون بكسر المعدات وبالاعتداء على العاملات مع ترك خيارين لا ثالث لهم الغرامة أو السجن هكذا إذن تتساقط أحلام النساء الأفغانيات كأوراق خريفية أو تسقط في قبضة طالبان الحديدية كل ذلك يأتي في محاولات الحركة العودة إلى مفاهيمها التقليدية المتشددة كأن عقديا الديمقراطية بعد التدخل الأمريكي لم يكون أبدا سنسمح للنساء بالدراسة والعمل ضمن إطار عملنا وستكون النساء فاعلات في مجتمعنا جملة قالتها حركة طالبان عندما استولت على السلطة في الخامس عشر من أغسطس الفين وواحد وعشرين لكنها جملة تبدو اليوم بالنسبة لكثيرين مجرد خدعة علي الماجري العربية ولدينا أيضا في أخبار الساعة المخاوف العالمية تتفاقم بشأن جدر القردة والإصابات تتزايد في أفريقيا أهلا بكم من جديد قال الرئيس الأوكراني أن تواغل قواته في كورسك الروسية جزء من الجهد لإنهاء الحرب ولكن بشرود هذا وكان زلانسكي نشر صورا يقول إنها لزيارته مدينة صومي الحدودية وذلك بعد أسبوعين من تواغل كياب في منطقة كورسك عملياتنا الدفاعية في منطقة دونيتسك ومنطقة خاركيف في جنوب أوكرانيا وتحريرنا من الأسطول الروسي في البحر الأسود وعملياتنا في منطقة كورسك وضرباتنا شبه اليومية على أهدف عسكرية روسية أمور تمثل هدفنا الرئيسي وجهدنا المنهجي في الدفاع عن أوكرانيا قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الزرية رفييل جروسي إن روسيا أبلغت الوكالة بالعثور على حطام طائرة مصيرة على أراضي محطة كورسك للطاقة النووية وبحسب بيانة النشرة الوكالة تم العثور على حطام طائرة مصيرة على بعد نحو مائة متر من منشأة تخزين الوقود المستهلك في المحطة وأشار جروسي لمخاطر على الأمن النووي في محطة كورسك النووية على خلفية الشياح القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك قبل ذلك التعمى رئيس الروسي فلادمت بوتن أوكرانيا بمحاولة استهداف محطة كورسك النووية ودع بوتن خلال اجتماع طارئ لبحث تطورات الوضع في المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا ودع لتقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الزراعية والصناعية في المناطق الحدودية في وقت تتواصل فيه عمليات الإجلاء من المناطق الخطيرة التي تكثف فيها أوكرانيا ضرباتها الجوية حاول العدو الليلة الماضية مهاجمة محطة الطاقة النووية في كورسك وقد تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك وقد وعدوا بإرسال خبراء لتقييم الوضع وآملوا أن يتم ذلك حذرت السفارة الأمريكية في كييف من هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الثالثة والثلاثين لاستقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والتي ستقام في الرابع والعشرين من الشهر الجديد أفادت وكالة تاس للأنباء الروسية بغرق سفينة محملة بالوقود في ميناء القوقاز الروسي بعد هجوم أوكراني كما أعلن حاكم منطقة كوبانا الروسية عن أنقاذ 17 شخصاً من طاقم النقلة التي هجمتها القوات الأوكرانية في ميناء القوقاز بما يزال مصير اثنين من أفراد الطاقم مجهولاً معنا عبر سكايب من لهاي الدكتور باسل الحجة سنباحث في العلاقات الروسية الأطلسية والقوقاز دكتور باسل أهلاً ومرحباً بك معنا في أخبار الساعة لهذه الليلة عندما يقول زالنسكي أن توغل قواته في كورسك الروسية هو جزء من الجهد لإنهاء الحرب ولكن بشروط إلى أي مدى هذا يوحي أو يعني بأن زالنسكي حقيقة ينتظر وكييف عموماً تنتظر أي فرصة لمفاوضات ويحسنون شروطهم بهذا التوغل في أي مفاوضات مرتقبة مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام في الواقع الواضح أن أوكرانيا تحاول خلق ووضع تفاوضي جديد وهذا يعني يتوضح من خلال سواء التصريحات الرسمية التي نسمعها من زالنسكي أو سبق من أحد مساعده أو حتى من الأعمال العسكرية وأبرزها هو هجوم كورسك فشهدنا ربما تصريح لزالنسكي أتحدث أن الهدف هو نقل المعركة إلى أرض روسيا وأيضاً خلق منطقة عازلة تمهيداً لمفاوضات بحسب شروطنا لكن المفارقة أنه بعد هذا الهجوم سمعنا أيضاً تصريحات رسمية روسية أنه بعد عملية أو هجوم كورسك لا تفاوض مع أوكرانيا لكن بالمجمل بعد أيام هناك زيارة ولكن مع كل هذا التوغل المستمر وعلى ما يبدو أوكرانيا حتى الآن بحسب الخبراء تحافظ على المواقع والمناطق التي تقدمت فيها هل ممكن أن تجد موسكو نفسها مضطرة للخوض بمفاوضات هذه بالنهاية أراضي روسية لأول مرة يتم التوغل فيها من قبل أي دولة منذ الحرب العالمية الثانية؟ طحيح لكن من جهة أخرى لو ننظر إلى المساحة التي سيطرت عليها أوكرانيا وتتجاوز بحسب عديد من المصادر أكثر من ألف كيلومتر مربع مقارنة بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا سواء في دونباز أو خيرسون أو زبروجو التي باتت وفق الدستور الروسي جزء من الأراضي الروسية الأراضي في كورس والتي سيطرت أوكرانيا التي تعادل سوى 1% من الأراضي الأوكرانية التي تحت سيطرت روسيا وأيضا الواضح أن أوكرانيا بمناورتها أو هجومها الجريء هذا روسيا مع إعادة نشر قواتها ربما أوقفت هذا الزخم أو حدت منه صحيح أن هناك تقدم أوكرانيا إلا أنه بات بطيء جدا وليس مثل ما شاهدنا في الأيام الثلاث أو الأربعة الأولى عندما لم تواجه أوكرانيا أي مقاومة تدخل ودخلت بعمق 15 كيلومتر بشكل مباشر اليوم علينا الانتظار ربما لنعلم هل ستتمكن أوكرانيا من إجبار روسيا على نقل مواردها من الشرق الأوكراني من جبهة دونباس التي تحقق فيها المزيد من التقدم نعم أيضا في نقطة مهمة وباختصار لو سمحت إلى أي مدى ممكن أن تستفيد روسيا أيضا من لعب ورقة المحطة النووية في كورسك والمخاوف من الهجوم عليها من قبل أوكرانيا في الواقع هذه النقطة في ضاية الهامية والخطورة روسيا منذ أيام تتحدث عن محاولات أوكرانية للهجوم على محطة كورسك لكن في هذه النقطة أو هذه الزاوية شاهدنا الكثير من الاتهامات المتبادلة خلال العامين الماضيين فيما يخص محطة زاباروجي والتي هي أكبر محطة نووية في أوروبا لكن كلها تبقى مجرد تكهنات ربما لتحصيل مكاسف سياسية ومعروف أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الضغية سيقوم بزيارة الأسبوع المقبل لتقييم مدى إمكانية حدوث أي مخاطر تهدث بالفعل بحدود كارثة نووية لا أضرارها لا تتصل على روسيا وأوكرانيا وإنما على عموض قارج أوروبا شكرا على كل هذه الإضاحات من لهاي كنت معنا الدكتور باسل حاج جاسم بحث في العلاقات الروسية الأطلسية والقوقاز شكرا لك توغل أوكراني مستمر منذ السادس من الشهر الجاري لكورسك وبلدات أخرى رافقه نسف جسور ومشاهد اعتقال لقوات روسية والسبب خطأ ارتكبه الجنرال الروسي أليكسندر لابين وفق ما نقلته صحيفة وولد ستريت جورنال عن مصدر أمني تقول صحيفة وولد ستريت جورنال إن المسؤولة العسكرية للإشراف على الأمن في إقليم كورسك اتخذ خطوة تفكيك المجلس المكلف بحماية تلك المنطقة الحدودية متسببا في ذلك بتسهيل عملية اقتحام القوات الأوكرانية المفاجئ للإقليم وكان تبريره حينها وفق الصحيفة المؤسسة العسكرية وحدها لديها القوة والموارد اللازمية لحماية الحدود الروسية يبدو أن الخطأ الذي ارتكبه الجنرال الروسي من الصعب إصلاحه لغاية اللحظة فمنذ ستة عشر يوما ما زالت القوات الأوكرانية متوغلة داخل بلدات روسية محاولة تعزيز وجودها وإطالة أمدها لإقامة منطقة عازلة والحد من الهجمات الروسية نحن ندرك تحركات العدو ونعزز دفاعاتنا وقد تم إجراء مراجعة لإمدادات الذخيرة إن عملياتنا في منطقة كورسك مستمرة ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة ونحن نسيطر على مناطق محددة ونعزز وجودنا روسيا تؤكد سيطرتها على الوضع العام في كورسك وصدها للقوات الأوكرانية لمنعها من استكمال التوغل في حين تقول كييف إنها سيطرت على أكثر من ثمانين تجمعا سكنيا ضمن مساحة تزيد عن ألف ومائة وخمسين كيلو مترا مربعا خلال ستة عشر يوما رفعت قاعدة نيتو الجوية في مدينة جايلين كيرشان الألمانية مستوى التأهب الأمني في مرافقها بسبب موصفته بالتهديد المحتمل القاعدة قالت في بيانا أنه تم إرسال جميع الموظفين الأساسيين إلى منازلهم بسبب معلومات استخباراتية تشير إلى تهديد محتمل بوقت متأخر من مساء الخميس حذر مدير مكتب رئيس الوزراء في المجر جرجيلي غولياس من أن بلاده قد تلجأ إلى إرسال المهاجرين مجانا إلى بروكسل إذا استمر الاتحاد الأوروبي في الضغط لقبول المزيد من طالب اللجوء إذا استمرت رغبة بروكسل في فرض نظام على المجر لا يسمح في اعتقال المهاجرين عند الحدود فإننا سنعرض على كل مهاجر عند الحدود المجرية النقل الطوعي إلى بروكسل مجانا إذا كانت بروكسل تريد مهاجرين سيكون بإمكانها استقبالهم في وقت تتفاقم فيه المخاوف العالمية حيال جدر القردة تتزايد الإصابات في دول إفريقية من جهة وسجلت حالات في دول أوروبية أيضا وأسيوية قالت منظمة السحة العالمية أن ساحل العاج أبلغت عن رصد حالات إصابة بسلالة ثانية من جدر القردة لأول مرة منذ بدء تفشي المرض في عدة دول في القارة الإفريقية وفي الكونغو الديمقراطية سجل أكثر من ألف إصابات تليها بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا أما أوروبيا سجلت السويد إصابة واحدة فيما سجلت إصابة في تايلاند الإعلان الأخير للصحة العالمية حول سلالة كلايد وان بي رفعت مستوى القلق بشكل يتطلب زيادة كبيرة في إنتاج اللقاحات لحد الآن لا يوجد علاج واضح ضد فيروس جدر القردة وإنما يتم اعتماد لقاحات وقائية منها لقاح الجينيوس هو من إنتاج شركة بافاريان نورديك الدنماركية ويعد اللقاح الوحيدة الحاصلة على موافقة واسعة النطاق للاستخدام بالنسبة لدول أفريقيا حملة التطعيم هي الأولوية الشركة تعهدت بتقديم مليوني جرعة هذا العام وعشرة ملايين جرعة بحلول العام الفين وخمسة وعشرين كما وقعت عقدا لتوفير أربعمائة وأربعين ألف جرعة إلى دول أوروبية لم يكشف عنها فرنسا بدورها ستتبرع بمائة ألف جرعة من اللقاح للدولية التي سجلت إصابات في حين تعهدت واشنطن بتقديم خمسين ألف جرعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية اللقاح يستخدم فقط للبالغين من ثمانية عشر عاما وأكثر الشركة الدنماركية طبعا ترهن على الموافقة الموسعة لاستخدام لقاحها لكن المفارقة أن سبعين في المئة من الإصابات في أفريقيا هي من الأشخاص التي تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما وفق الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي يستعد الطلاب في جميع أنحاء العالم للعودة إلى المدارس معبد العام الدراسي الجديد ولكن يواجه قطاع غزة أزمة غير مسبقة حيث دمر القصف الإسرائيلي منشآت التعليم بشكل واسع ما جعل مصير الطلاب في غزة مشهولا هكذا كان افتتاح العام الدراسي في مدرسة بنات النصيرات العام الماضي وهكذا أصبح فمع اقتراب افتتاح العام الدراسي تحضر الطلاب في كافة أنحاء العالم للعودة لمدارسهم إلا أن الوضع في قطاع غزة يبدو مختلفا فمصير الطلبة بات مجهولا على أنقاض منزل مدمر تجلس الطالب شهد أبو عمر متحدية ظروف القطاع الصعبة ساعية لاستكمال مسيرتها التعليمية ولتتمكن من التعلم عن بعد والاستعداد لامتحاناتها النهائية التي ستجرى بعد أسابيع قليلة تقطع شهد رحلة يومية محفوفة بالمخاطر للحصول على اتصال بالإنترنت فهي طالبة في سنتها الجامعية الثالثة في تخصص علوم الكمبيوتر تدرس في فرع جامعة الأزهر بمدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي وتحولت إلى ركام لا في نفسية منيحة أنك تخليك تركز أساساً وتتبع تدرس منيح ما في طاقة أساساً كل شوي أنت بمكان أنت الآن قاعد موجود في مكان ومش عارف كمير شوي وين حتروح فالإشي كتير صعب بصراحة بس إحنا مكملين رغم كل إشي بس على أمل أنه ما يكون الوقت كله كل السنة راحت على الفاضل فمندور أنه شوي نكون حصلنا إشي منيح في السنة اللي راحت تضررت منشآت التعليم في غزة بشكل هائل دمرت معظم المدارس والجامعات بفعل الغارات الإسرائيلية أو تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين نتيجة لذلك توقف قطاع التعليم بشكل كامل عدد من المبادرات للتعليم في الخيام شهدتها مناطق النزوح لكنها محدودة وتفتقر للدعم والأمن أكثر من ثلاثة آلاف طالب ومائة وثلاثون معلما وإداريا قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع حرم أكثر من ستمائة ألف طالب وطالبة حقهم بالتعليم المدرسي بينما تقطعت السبل بأكثر من تسعين ألف طالب جامعي وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أعين العالم بأسره تصمرت على شواطئ سقلية حيث تواصلت أعمال البحث عن آخر مفقودة في حدثة اليخت المنكوب قصة عجيبة شغلت العالم وفصولها مثيرة بكل معنى الكلمة هذه المياه الهادئة في شمال سقلية شاهدة على فصول قصة أغرب من الخيال منذ أيام غارق يخت كبير يملكه الملياردير البريطاني مايك لينش كان على متنه 22 شخصاً تم إنقاذ 15 منهم لتنطلق عمليات البحث وصولاً لانتشال الجثة لينش غرق هذا القارب آثار استغراب خبراء الملاحة البحرية نظراً لأن قيمته تتجاوز أربعين مليون دولار فسارعت الشركة التي صنعت لتبرئة ساحتها حيث قال رئيسها التنفيذي أن القارب تم تصميمه حتى لا يغرق هذه الفئة من اليخوت هي الأكثر أماناً على الإطلاق مايك لينش الذي كان قد خرج منذ وقت قريب بريئاً من ملاحقة قضائية بتهام تزوير بيانات مالية والاحتيال على إحدى شركات التكنولوجيا وكان يمكن أن يقضي عشرين سنة في السجن انتقل إلى سقلية للاحتفال على متن اليخت مع فريقه القانوني ومساعديه ليكون آخر احتفال يحضره لكن الأحداث المريبة لا تتوقف هنا فتزامناً مع حادثة الغرق ستيفن تشامبرلين شاريك لينش والذي كان متهماً معه أمام القضاء فقد حياته بعد أن صدمته سيارة خلال ممارسته لرياضة الجاري في منطقة ريفية هادئة في بريطانيا وهذه مياه هادئة كذلك لكنه قد يكون هدوء ظاهري فقط كما هو حال جزيرة سقلية مسقط رأس المافيا أنس نماسي العربية تجمع العشرات من المتظاهرين في اندونيسيا أمام مبنى البرلمان احتجاجاً على تحرك حلفاء الرئيس المنتهي ولايته لمراجعة قواعد الانتخابات وحاول المتظاهرون اقتحام البرلمان وهدموا جزءاً من السياج الخارجي ورشقوا قوات الشرطة المتمركزة هناك بالحجارة تأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أقر البرلمان في وقت سابق مقترحاً يقضي بتغيير الحد الأدنى لسن حكام الأقاليم إلى 30 عاماً بالإضافة لتخفيف متطلبات الترشيح شهدت عاصمة كوريا الجنوبية سيول تدريبات لمواجهة أي وجوم نووية محتملة قال مراسل العربية أن مياه نهر القاش منحدرة من المرتفعات الإيرتيرية غمرت أجزاء واسعة من منطقاتي ريفي أروما وشمال الدلتا في ولاية كسل شرقي السودان وتسببت بموجة الفيضان في عزل نحو 37 قرية عن بعضها البعض وصعبت من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين الذين ينتظرون الاستجابة العاجلة غمرت الفيضانات وأيضاً مناطق واسعة في مقاطعة شيانغري شمالي تايلند بعد عطول أمطار غزيرة جراء استمرار محفظاً استوائي ضرب المنطقة وفي نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العنوين مفاوضات الغدن في غزة ستستمر في مصر ليومين وإسرائيل تريد البقاء في محور فلدلف حتى نهاية العام الحزب الديمقراطي اختتم مؤتمره الوطني بأعلان هارس مرشحته للانتخابات الرئاسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتلقى بيانات عن اكتشاف حطام مسيراء في محيط كورسك النووية والمخاوف العالمية تتفاقم بشأن جدر القردة والإصابات تتزايد في أفريقيا إلى اللقاء